السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شطرنج رح نشوف تحليل المباريات بالجولة الثانية من بطولة المرشحين طبعا تحليل عام يعني اضاءة على المباراة بشكل عام وليس تحليل نقلات بتفصيل شديد لانه بدنا نلحق كل المباريات وفقط انتوا لا تشوفوا النتيجة فالان المباراة الاولى بالجولة الثانية كانت بين دودا و دينغ اختاروا الافتتاح الهادئ او الايطالي وهو نفس الافتتاح اللي لعبوه بالجولة الثانية ايضا هم لعبوه حاليا كاروانا ونيبومنياتشي اشتركوا في القناة طبعا واضح انه اللاعبين عم يلعبوا بحذر وما عم يخاطروا كل لاعب مثلا بسموه عم يجس نبض اللاعب الاخر وعم انتظر ربما خطأ او بلندر لحتى يكسب ولكن ما في اي مبادرة بهذا الجيم فاذا على ما يبدو انه الجيم بدو يتجه للتعادل فهون فعلا صار في عنا تكرار نقلات وفعلا انتهى الدور بالتعادل طبعا اللي اخوة اللي توقعوا انه دينك سيري العب عدوانية بسبب خسارته هو الجولة يعني البطولة طويلة جدا صب 14 جولة فيعني انتظروا شوي فاذا هيك دودا بصير عنده نقطة من تعادلين ودينك عنده نصف نقطة فقط من تعادل وخسارة فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظروا المباريات القادمة اليوم ان شاء الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله